اشتركوا في القناة شكرا جزيلا شكرا حبيبتي أهلا وسهلا بيك من يومي همين حبيبتي شكرا حياتي خلينا بدويات دكتورة ونتكلم على فضائية زاقروز والفضائيات الموجودة الأخرى أكيد يعني خلينا نسألة شو نقول اتكلمين لنا على دور الأعلام مستيطر على توجيه الأعلاميين والمتابعين همين بنفس الوقت نعم لا يخفى عن جميع دور الإعلام المؤثر جدا على المجتمع بجميع متسوياته الإعلام كان ولا يزال هو المحرك الرئيسي للمجتمع بكافة الطرق اللي يوصل له المجتمع بكافة الوسال سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مقرؤة فللإعلام دور مهم جدا طبعا علينا أن ندرس المادة الإعلامية قبل أن نقدمها للمجتمع لأنه احنا لازم نخلي ببعن مسؤولية تقديم المادة الإعلامية أكيد دور خطير جدا للإعلام لإعلام يعني وأني ذكرت هذا الشيء طبعا في أحد كتبي أيضا تأثير الإعلام على العقل الباطن فيعني إحنا لازم نكون نحمل رسالة سامية ونقدمها بهذا الشكل جيد نعم جيد جدا دكتور برهان أهلا وسهلا فيك مرة تانية نعم شهر دكتور كونك كأحد كوادر قناة زاقروس الفضائية وطبعا كل عام وأنت في خير مرة تانية ما أهمية وجود فضائية زاقروس أو فضائية الإعلام خصوصا الإعلام الكردي ناطق بالعربية؟ الحقيقة الحديث عن زاقروس أو الإعلام الكردي ناطق بالعربية مهم جدا أنا أعتقد حتى بوجود زاقروس فهي قليلة لمخاطبة العقل العربي نحتاج أكثر من قناة وأكثر من وسيلة إعلامية للحوار مع العقل العربي في العراق أنا أعتقد مثلا أضرب مثل بسيط الاستفتاء الذي حصل لو كانت هناك فضائيات ووسائل إعلام كردية ناطقة بالعربي لكان الشعب العراقي العربي ربما صار عنده تفهم أكثر لهذه المسألة لذلك جاءت زاقروس طلعت بعد ما حصل ما حصل في كاركوك وبعد الاستفتاء رسالة القناة واضحة جدا هي مع التسامح مع التكامل مع الأخوة مع الشعب العربي تحاول أن تنقل ثقافة وتراث وفنون الشعب الكردي إلى العقل العربي وبنفس الوقت أيضا تطرح يعني يصير جدل الأفكار إحنا عندنا برامج سياسية مهمة مثل بلا أقنعة في بغداد وعندنا بوضوح هنا وعندنا ملفات ساخنة الأسبوعي اللي دائما هناك قضية أساسية موجودة يعني مهمة لدى الشعب العراقي تبحث علاقة الإقليم بالمركز أو تفتح هذه الملفات بنفس الوقت تعرف الشعب العراقي العربي بالإقليم وبثقافته وبطبيعة أبني على التسامح والأخوة ووحدة الشعب العراقي خصوصا شعب العربي صاروا بيعرفوا أيضا شو بيصير بداخل أقليم كردستان عن طريق زاقروس الفضائية بالتأكيد بالتأكيد ولكني لازلت عند رأيي أنه قناة واحدة لا تكفي أكيد دكتور أحنا نرجع نسأل دكتور برهان دكتور برهان حدثنا قيلا عن ظروف تأسيس فضائية زاقروس الناطقة بالعربية أولا أنا أريد أن أوضح نقطة أساسية ربما هناك سؤفهم في وجود قناة زاقروس هناك من يعتقد أن قناة زاقروسية قناة كردية بلسان عربي وإنما إدارة القناة أرادت لهذه القناة أن تكون قناة عربية بلسان بروح كردية يعني إحنا جزء من المشهد الإعلامي الثقافي العراقي يعني ما نقول قناة كردية ناطقة باللغة العربية لا إحنا نسنا قناة كردية ناطقة بالعربي وإنما إحنا قناة عراقية بروح كردية نحن نكمل الإعلام العراقي وإن مساهمتنا الأساسية في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وإحنا لسنا بالمناسبة هي مون قناة كردية هي كردستانية لأنها تقدم كل مكونات شعب كردستان بس إحنا لش نقول إنه هي قناة كردية لأنها بالأصل أنت تعرف أنها هي قناة كردية وتابعة الطرف كردي لذلك إحنا يعني تعودنا أنه نقول هي ناطقة باللغة العربية حتى توصل للفكرة الكردي والثقافة الكردية لكن باللغة العربية وأحنا كيدي يعني فخر أنه ده تشوف أدكم مذيعات ومذيئين أكراد إحنا كرد يعني بس مع ذلك إحنا ده نحسي باللغة العربية ونوصل الفكرة باللغة العربية لا الفكرة اللي قريد أقولها أنه إحنا مون قناة كردية نترجم بالكردين سوي بالعربي وإنما إحنا عندنا هدف كيف نتحاور مع العقل العربي وكيف نوصل الخطاب الإعلامي الكردي وكيف نوصل الروح الكردية الثقافة الكردية الموقف السياسي الكردي الإشكالات بين المقليم والمركز الاتحادي هذا هو هدفنا وبالنهاية نوصل الروح الكردية والعربية للدول الأخرى همنا لننسى الشيء هي عربياً يعني حتى على المستوى العربي هناك الشعب العربي بدأ يتعرف على الشعب الكردي من خلال قناة زاقروس أرجع لدكتور دعاء يعني دكتور دعاء أنت شوفين فضائية زاقروس العربية ويا ترى أنت من متابعين لهذا القناة لولا يعني برايتش ما تأخرنا بفتح قناة كردية لأنه متعودة على هذا الشيء الناطق باللغة العربية يعني أنت شلون تشوفين هذا الشيء بالبداية أنا من المتابعين لقناة زاقروس لأنه اليوم أصبح اختيار القناة اللي نتابعها أو اللي نخلي أولادنا وعائلاتنا يتلقوها أمر مهم جداً يعني شخصية الإنسان أنا أعتبر اختيارنا للقناة أيضاً شيء ماركة رغم كثرة القنوات الموجودة بس علينا الانتقاء الصحيح بالنسبة لقناة زاقروس أنا أعتبر نعم اتأخرنا شوية بالافتتاحها ضروري كان تكون برأيه تقدمت جداً بسرعة وخصوصاً بالعالم العربي لا يخفى عن جميع هذا الأمر طبعاً بس برأيي كان لازم من بعد 2003 هي تكون موجودة نظرتي أنه الإعلام مثل المرايا اللي تعكس المجتمع بس مثل ما تعرفين أكو مرايا مستوية أكو مرايا محدبة أكو مرايا مقعرة فالرؤات تكون مختلفة فإحنا أهم شي نكون نختار القناة اللي تكون المرآة المستوية النقية اللي تنقل لنا الواقع كما هو فهاي نظرتي القناة زاقروس أنا جيد لرأيك جميل شكراً برأيك شو الرسالة اللي تريد توصلها للمشاهد العربي أو العراقي؟ أعتقد البرومو مع القناة زاقروس هو المصداقية في نقل الخبر هو التسامح ويعني هاي الأشياء اللي احنا نريدها من القناة يعني إنه احنا نوصل رسالتنا احنا شعب واحد احنا أخوة في هذا البلد مصيرنا مشترك وعلينا أن نعيش يعني عشنا عقود من الاستبداد والقمع والدكتاتورية ونريد نعيش بشكل كريم لكل أبناء الشعب العراقي عرباً وكرداً ويعني بكل طوائف وكل الأديان الموجودين على تربة هذا الوطن فبنفس الوقت نوضح لأنه مع الأسف مع الأسف الإعلام العربي في العراق لا يولي الاهتمام لما يجري في كردستان يعني مثلاً أروي لكم مثل في السنة الفاتت كان مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الأستاذ يعني مسرور بارزاني والتقى بمعظم رؤساء ومدراء الأخبار للقنوات الفضائية ومن بينهم مسؤول قناة الأخبار في القناة العراقية كل القنوات يمكن ذكرة خبر قصير القناة العراقية لم تذكر شيئاً عن هذا المؤتمر يعني هذا تقصير واضح هذا تقصير واضح وإحنا يعني شوفوا نشرة الأخبار بزاقروس نأخذ البروتوكول السياسي نأخذ ما تقوله الحكومة ما يقوله البرلمان ومن ثم نأتي على قضايا الإقليم يعني إحنا ملتزمين بالسياق المهني الإعلامي بينما القناة الرئيسية للدولة العراقية اللي هي شبكة الإعلامي العراقي لا ترتزم بهذه المهنية في البروتوكول السياسي الموجود داخل العراق بالنهاية إحنا هدفنا أن نوصل الخبر الإقليمي للدول الأخرى حتى لو العراق هميني يعني أرجع لك دكتورة أو ست خلي نقول مرات ست دعاء ما تشوفين أنه ما عرفاني طبعا أنت شمسة نصار لجب العلام لكن مع ذلك ما تشوفين أنه مهنة العلام يعني هي البحث عن المتاعب وخاصة أنت تعرفين يعني الإعلام إذا كانت إعلامية وإعلامي يعني أكو هواي تضحيات أنت لازم الضحين بيها حتى توصلين للطريق النجاح نعم أنا أعلامي ونخص على السنة أكيد بمهنة الإعلام أكو ضريبة المزاقية وأكو ضريبة الإيصال الفكرة فأكيد هي مهنة البحث عن المتاعب مهنة البحث عن المتاعب في حال أنه هناك من يقمع الكلمة الحرة هناك من يحاول تجميل الأمور التي يقومون بها بشكل أو بآخر أما إذا كانت الأمور على ما يرام بالتأكيد لا توجد تلك الخطورة التي ممكن أن نتكلم عنها مهنة ضحية هواي تضحيات لحد ما وصلت إلى هذه المرحلة بالتأكيد بالتأكيد التضحيات التي تقع على عاتق المرأة بالمجال الإعلامي تختلف عن التضحيات التي تقع على عاتق الرجل بس المرأة تحمل مسؤوليات كبيرة طبعا بالذات أنه ما يخفى عنكم أنتم كإعلاميات أنه الكل صار إعلامي بهذا الوقت مع الأسف يعني أنه دائماً أقول كلمة إعلامية وإعلامية ما يسنت تقول لأي واحد يعني أكو مع احترامي يعني لزينين أكو يوماً جايين للشاشة دايسة من نفس مع إعلام مو شرط أنت إلا تقرين الإعلام هم منها لا الممارسة أهم شي بهذا الموضوع الممارسة ودراسة أيضاً شي مهم المشكلة أنه السوشال ميديا صارت متاحة بشكل بسيط جداً عند الجميع فخلى أي واحد يطلع بشاشة أكثر من مرة بشكل أو بآخر صار إعلامي فهاي التضحية الأكبر بالنسبة للمرة أنه لازم تبرز بتقافتها وبمهنيتها وتبقى محافظة أعلامياتها من الشين ما راح يبيانها لقد ما خصائرينه هواي العدد أكيد يا دكتورة نعود الضيوفنا الكرام يعني دكتورة دعاء أكو أعلام شو ما تقولين مجغولة بس بالفضائح تكشف المصدور هاي شغلها أنت شو رأيت بهذا الأعلام الموجود وأعتقد يعني أكو هواي عدد من هذا النوع أكيد أكيد صاروا كل شو هواي طبعاً في هذا الوقت كانوا يعتبرون نفسهم أنه شهرة يعني يوصلوا لشهرة بهاي شكل عني يعتبروا مو صحيح هذا الشي احنا ما نخلقنا حتى ندور زلات الآخرين الإعلام هو نقل الصورة كما هي الإيجابية والسلبية احنا ما الواقع والحقيقة توصلين بالضبط احنا ما نخلي مكبرة ونقعد ندور على زلات الآخرين المذيع اليوم اللي داي قدم هذا الشي والي داي يسلط الضوء على الفضائح هل هو شخص يخلو من الأخطاء صحي كليتنا بشري يعني بالتالي وشوصاً صارت بكثرة نعم بدول العربية أيضاً ليس فقط بالعراق نعم ونه في حدا بحاسباً على هذا الكارسل اللي هني عم بيعملون اه هو يعني يجب أن تكون محاسبة لهذا الشي يعني بالتالي هذا ما يعتبر شي مهني هذا ما يعتبر شي إعلامي نعم يعني مثل ما ذكارت للزميلة قبل شوية احنا قمنا من ماكو تفرقة بين الإعلام وبين الشهرة هي هاي المشكلة وأي واحد حاول يشتهر قال آني إعلامي وراح له أس وخصوصاً الجيل الجديد صاري عم يطلع على السوشال ميديا تصويت ضوء عليه وهو عساس إعلامي وبيقدم بطريقة إعلامية جيدة نعم بلايك هل هذا جيد أم لا؟ لا طبعاً أكيد أنا ذكرت قبل شوية الإعلام منذ الأزل إلى إساسيات وإلى قواعد لا بس أنه نتطور نقرأ البحوث نتابع آخر تطورات اللي توصل إلى الإعلام بس أكو أبجدية بالإعلام إحنا ما نقدر نتجاوزها خلين نرجع للقنوات اللي هي هي تشي يعني خاصة أنه المذيع والمذيع اللي ما يقرون شي ويعني هذا اللي راجع للفضائح نعم اللي دايك شوفون المستور يعني الناس تكره المذيع وكأنه هو اللي جاي بالخبر من جيبة أو هو اللي يمسوي هذا الشغل حتى هو ينشهر أكثر بس ما يعرفون أنه القناة بالأساس هي اللي تطلب هذا الشي أكيد هو المذيع يعني راح تدير توصل أو يوصل الشي المذيع هو الواجهة للقناة يعني بالتالي هي المادة مطبوخة في مطبخ القناة ومقدمة عن طريق المذيع يتطلع طيبة يتطلع سيئة سيئة طيب أكيد دكتور دعا نحن نرجع لكم لكن دكتور برهان هل وصلت الرسالة الأعلام الكردي إلى الأعلام العربية؟ نحن حكينا أنت تريد توصل توصل الرسالة إلى الدول العربية ولكن هل وصلت الرسالة مثل ما أنت بدك؟ أو برأيك؟ يعني ساهمت مثلا قناة زاكروس ما الذي لدينا بالعربي؟ نحن نحشى عن الإعلام الكردي ما الذي موجود من الإعلام الكردي بالعربي؟ ليست لدينا مجلات بالعربي ليست مجلات فصلية ولا دراسية ولا صحف باستثناء التآخي وش اسمه في بغداد وهذه لا تكفي لأنه الآن الصحافة اليوم لا تقرأ بوجود السوشيال ميديا الآن ما حد ما يقلب الصحف يعني فبالتالي وجود فقط قناة زاكروس وأنا قلت وقناة واحدة لا تكفي خاصة نحن نواجه والتجربة أثبتتنا من خلال متابعتنا للفضائيات العراقية هناك سوء فهم وتضليل إعلامي ضد الشعب الكردي والكردستاني والإقليم فيما يخص النفط فيما يخص الموازنة فيما يخص أشياء أخرى يعني ما ما أخذ حقها بالكامل بالضبط فالقناة الوحيدة اللي دتواجه يعني سواء من هنا أو من مكتبنا في بغداد إنه هم اللي دايساهمون بتقديم صورة أخرى يعني البرامج التي تأتينا من بغداد صحيح برامج هي ترفيهية ويمكن عندنا برامج سياسي واحد هو بلا أقنعة ولكن ساهمت بعراقية القناة إنه إحنا جزء من هذا المشهد الإعلامي وجزء من هذا البلد جيد إذا نشوف الحوارات السياسية التي تجري على شاشات الفضائيات نشوف هناك تضليل إعلامي كبير صحيح لذلك يعني ارتأينا إنه برامجنا السياسية تناقش هذا الشيء ضيوفنا دائما يكونون من بغداد أو من الخارج ونناقش ملفات سواء بوضوح أو بلا أقنعة أو ملفات ساخنة صح ونحتاج بعد نحتاج سواء برامج سياسية بعد أو فضائيات ناطقة باللغة العربية خلي نقدر إحنا إش قد نوصل يعني زاقروس الجمهور المستهدف ما لها إش قد الشعب العراقي أكثر من 20-30 مليون أوصل إلما نوصل إحنا في حشد هذه الفضائيات العربية الموجهة أحيانا ضدك ويحشون عليك بشكل مضلل وعندي سؤال إليك رح سأل لك يا بخصص هذا وخلينا سأل لك هذا السؤال يعني فضائية زاقروس مثل ما تعرف حملة الشعار المصداقية والحوار والتعايش يا ترى هي قدرة تتحقق هذا الشيء فعليا لو مجرد هي لها سباقية يعني شعار بالعاكس نحن حققنا هذا الشيء يعني مثلا حينما تأتي أي مناسبة للمكون المسيحي في إقليم كردستان تجدين إحنا ننقل مباشرة مناسبات أعياد الميلاد الكريسماس لكذا إحنا حاضرين ونتابع إشكالاتهم وليس فقط هم الأزيديين قناة زاقروس لعبة دور كبير في توضيح مأساة والجينوسايد اللي صار ما تفرق بين المكونات بالضبط يعني إحنا وصلنا هذا التعايش السلمي ودائما نأكد على التعايش السلمي في إقليم كردستان فقط عندي ملاحظة دائما أنا أسمع بعض حتى من زملائنا المراسلين يقولون زاقروس بالعربي ليس هناك زاقروس بالكردي حتى هذه زاقروس بالعربي عندنا زاقروس واحد وتعرف ليش يقولون هم يذكرون زاقروس الكردية فمتعودين على هذا الشيء يعني حزبا لهم من الزاقروس الكردية صار الزاقروس عربية متعودوا على هذا الشيء لذلك قلت إحنا لا نترجم يعني لسنا قناة كردية تترجم بالعربي وإنما نحن قناة عراقية بروح كردية نحن نريد أن نوصل للعقل العربي قليم كردستان ومقصدك أنه القناة واحدة عربية بروح كردية بروح كردية نعم دكتورة يعني صراحة أن دعاء هل هناك إعلام مستقل عن نبي كردستان أم أنها مسيسة؟ لا يوجد إعلام مستقل بس بالنسبة ضئيلة جدا توجد يعني إحنا مرح نذكر أسماء طبعا توجد بعض المؤسسات الإعلامية المتسقلة طبعا إحنا ما نقول مستقلة أنه لازم ننتقد الجميع يعني أو نسلط الأضواء على الجميع إذا هو كان كل شيء تمام فإحنا ما مو شرط نكون نحارب أحد يعني بس أكيد الإعلام المسيسون مجند موجود بشكل أكثر لدرجة أنه قمنا إحنا نشوف القناة نعرف هاي المن تابعة كل قناة تابعة للشخص الفلاني أو للحزب الفلاني أسماء كثيرة ببعض الأخبار أكيد أكيد ولهذا صار الخبر يعني إحنا نتلقى بأكثر من طريقة من وجهات نظر مختلفة فأكيد لا موجودة القنوات المستقلة والحرة ولكن بنسبة قليلة ونلجأ لها نحن دائما طبعا كمتلقين ولنس كإعلامين يعني أنت كإعلامية بتحبية يكون كل القنوات العربية أو قنوات الكردية بشكل عام تكون مستقلة بتتحدث عنك أكثر من أشياء وأكثر من الخبر نعم إحنا طبعا أكيد نبحث عن الشفافية والموضوعية في تلقي الخبر حتى ليصر أدنى التشتت بالحدث يعني إحنا الحدث معقولة اليوم نقرأ الخبر على أربع أشكال كل شكل يحتينا من زاوية معينة فأكيد إحنا نبحث عن المستقلة وندعم هذا الشيء أكيد يعني طيب دكتور برهان وأنت يعني هل تعتقد أنه أكو قنوات غير مستقلة أو تابعة منتمية إلى جهات معينة إذا كانت سياسية وتجارية وإذا نتكلم على فضائية زاقروس إذا نتكلم عن الإعلام بشكل عام عالميا ليس هناك إعلام مستقل الإعلام مرتبط بالممول مالته والجهة التي تمولها هي التي تحدد الخطاب الإعلامي لتلك الوسيلة الإعلامية سواء كان فضائية أو صحيفة أو موقع بالسوشيال ميديا أو كذا نحن قناة نقدر نقول رسمية يعني هناك قنوات كردية تابعة لجهات ولكن لا تمثل الإقليم بهذا الشكل أو ذاك أنا أذكر مرة ذكرنا بتقرير بسيط على إحدى الدول الكبرى بتقرير بسيط إخذوا المحررين عندنا من وكالات الأنباء اتصلت القنصلية ما لاتهم هنا يا بنتم مطلعين علينا زاكروس قناة مشاهدة ومتابعة لأنه يعرفون الجهة صحيح وهذا دليل هذا دليل يعني حتى حينما مثلا في برنامج بوضوح حينما مثلا صديقنا زميننا محمد جباري جيب الناس المشاكسين صحيح وإذا التليفونات ترقع على القيادة السياسية أنه أنتوا شيئتوا علينا بالقناة وكذا معناها القناة مشاهدة صحيح ومؤثرة والخبر اليقين يأتي من زاكروس يعني حتى الدولة الاتحادية الحكومة العراقية في بغداد صحيح تنتبه لما يأتي في زاكروس نعم في نشرة الإخبارية في الرأي السياسي أي وقائع تجري في كردستان إذا لم تأرض في زاكروس لا تعد رسميا لا تعد لا تأخذ بهذا المعنى أو ذلك صحيح فزاكروس لا تدعي الحيادية والمهنية في العمل صحيح ولكن لا تدعي هذه الاستقلالية السائبة إنه هي ما عندها مسؤولية ما عندها التزام ما كويتي شيء بالإعلام ولكن نحن نتقيد بشكل صارم بالمعايير المهنية إنه الخطاب الإعلامي يجب أن يدعو إلى التعايش السلمي بمصداقية بسرعة ولا يدعو إلى لا يمس الأمن السلم الاجتماعي ولا يسيء للمكونات ولا للقوميات ولا للمذاهب ولا للشخصيات ويوصل الخبر بالشكل الصحيح للبيوت إذا كان بقلين كردستان والعراق وغير دول حتى لو كانت وجهة نظر مختلفة هاي وجهة نظرنا جيد طيب خلينا نرجع لك الدكتورة شنو رأيتش بالخلي نقول الإعلام المباشرة اللي دا يوصل الرسائل بصورة مباشرة نعم طبعا الإعلام المباشر هو عامود رئيسي من عميدة الإعلام لا غنالة عنه يعني أكيد بس هو ليس كل شيء بالإعلام إحنا نحتاج جوانب أخرى من الإعلام أما الإعلام المباشر هو الصورة الحية هو واقع الحية اللي إحنا نتلقى بشكل مباشر إحنا نحتاجه أكيد بظروف معينة بس نحتاج الـ background فيما بعد يعني هو ليس الوحيد وإنما أساسي جيد جدا دكتورة دكتور برهون برأيك يعني كيف تصنف فضائية زاق روس هل هي قناة إخبارية أم هي قناة منوعة أم مخصصة ترفيهية وقبل حتين بهذا الموضوع قلت أننا عدنا سياسة وعدنا برامج منوعة بالتأكيد يعني هي ليست قناة تسلية ليست انترتيمنت وإنما هي قناة إخبارية مطعمة ببرامج اجتماعية وثقافية وترفيهية وواضحة يعني مثلا نسمات زاق روس هو يعني تصل رسالة بكل أطرافها بالضبط كل شي فيه يعني يتوقف عند المناسبات السياسية أو الاجتماعية أو يقدم يعني وجبة مائدة كاملة بها كل شيء يعني فسواء في من بغداد الساعة تيني تتوصل من بغداد أو الساعة اللي تروح من أربيل هي تستكمل جزء من مهمات القناة ولكن احنا عدنا نشرة إخبارية مهمة جدا ومتابعة جدا وتمثل عمليا تمثل سياسة الإقليم وسياسة القيادة السياسية في إقليم كردستان ودائما احنا نلتزم بمعايير المهنية يعني احنا نقدم شيء يعني ملتزم بكل المعايير المهنية المتفق عليها عالميا في مجال الإعلام متشلون دكتور تشوف الإعلام الكردستاني بشكلها الإعلام الكردستاني أنا لا أتابع الإعلام اللي ينطق بالكردي يعني تعرفين هو مجزء شكل الإعلام العراقي يعني الفضائيات العراقية كل من تابع لحزب فهنا أيضا القنوات الفضائية والإعلام تابع للجهات التي تقف خلفه وتموله ولكن أنا أجد أنه بما أنه ينطق بالكردي فهو مخصص لإقليم كردستان ومن يعرف اللغة الكردية بينما زاقروس هناك جزء كبير من شعب كردستاني تابعها اللي العرب الموجودين هنا والأخوة المسيحيين اللي هم يعني عادة يجيدون اللغة العربية بشكل أفضل مما والكرد اللي يعرفون اللغة العربية الكرد اللي يعرفون العربية والعرب الموجودين هنا وكل من يجيد اللغة العربية سواء من الأخوة المسيحيين أو من الأزيديين من كل أنواع أو من كل المكونات نعم التركمان مثلا نعم طيب دكتور نحن تكلمنا عن أخ أخباري وترفيه وأيضا من كل أطرافها بس برأيك هل يعتبر كادر العمل في فضائية زاقروس كادر أكاديمي مهني أم أنه كادر اكتسب أخباراته في عمل ميدانية لا هو شوفي أكو إشكال حدث في التأسيس يعني لأنه حينما انطلقت زاقروس لم يكن هناك كادر عربي كافي لأن ينطلق بها لذلك اضطرنا أنه من كانت بالكردي ومن كردستان تيبي أخذوا الكثير من المهنيين وجابوهم الذين لا يجيدون اللغة العربية ولكن بمرور الوقت صار تطعيم القناة بكوادر عربية تنطق باللغة العربية ولا زال أحيانا نجد أنه من الضروري أن يكون عندنا كادر ما دام إحنا ننطق باللغة العربية فيجب أن يكون عندنا كادر يجيد اللغة العربية نحوا وإعرابا وصرفا ونطقا مع ذلك احنا كأكراد هميناء تشوف أن اللغة العربية يعني زين الحمد لله يعني يكو هاي ناس لما ديقولون شلون كردية تحتون عربية صحيحنا نفتخر بهذا الشيء لأن احنا دنعات بالعرب نقول ليش أنتو عرب ما تعرفون تحتون لغة كردية بس مع ذلك احنا معلمين نفسنا يمكن نراجع على الدراسة لدارسية يمكن الاختلاف هذا إشكال الأمم الشعوب الكبيرة والشعوب الأقل يعني الاتحاد السوفيتي كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي تحت روسي صحيح هاي مسألة مهمة يعني قناة تنطق باللغة العربية يفترض أن يكون كادرها يجيد اللغة العربية سواء كردي أو غير كردي نعم فشلون نشوف الكادر لي هس يعني واصطدين المرحلة زينال ولساتنا يعني محتاجين نكون كوادر مهنية أكثر والله أنا دق داقي شوية أنا أتابع الشاشة وتابع النطق وتابع اللغة أحيانا هناك هنات لغوية كبيرة تصير ولكن جلما لا يعني تصير عند أنم تابع الشرقية وتابع الجزيرة وتابع العربية أيضا عدم هنات لغوية تصير يعني ولكن نحن نتجنب ذلك لأنه أن يطلع أن يخطأ العربي في اللغة العربية يختلف عن الكردي يخطأ باللغة العربية يقول لك أن تتخربون لغتنا وما تعرفون أن تحشون عربي علما أنهم مؤسسين قواعد اللغة العربية هم ليسوا بعرب شي بوايه ليس بعربي وابن السكيت وبن جني يعني مش رطة أن تكون عرب حتى اللغة العربية عندك تكون نظيفة يعني أنا مرات بالكردي همينيتش يقول أحنا كموذيعات كرديات ممكننا نعرف نقرأ كردي بالطريقة الصحيحة يعني راجع خلني نقول هذه شغلة إلهية الواحد إذا يكون ننضق عنده زين الإجادة والمهنية ضرورية يجب أن نسعى إلى الكمال يعني والكمال لله ولكن أنا أقصدي أنه كل ما نكون مهنيين أكثر كل ما نجيد أدواتنا المهنية هو أفضل ونتعلم من الأغلاط المهنية يعني يجب أن نتجاوزها يعني نعم شكراً رزيلاً لك زفين ونرجع لدكتور برهان دكتور برهان صراحةً في إلي سؤال يعني قبل هلأ كان قبل ما تأسيس كردست أو زاقروس العربية كان العلام العربية أو العلام الأوروبي مركزين على السياسة الكردية ولكن هلأ صاروا عم بعمل وثاقيات على طبيعة الكردستانية بعد تأسيس زاقروس لأن زاقروس كمان أيضاً يهتمون بطبيعة كردستانية والبيئة خاصة بكردستان برأيك على هذا السؤال؟ صحيح قناة زاقروس لها دور كبير في التعريف بطبيعة كردستان بجمال الطبيعة بالسياحة في كردستان بالنمو الاقتصادي بالمشاريع التي تقام في الإقليم وتتماشى أيضاً مع التوجه في الاستثمار في الإقليم وبالتالي كثير من الشركات ومن الدول بدأوا يتابعون قناة زاقروس ويشوفون فرص الاستثمار أيضاً في الإقليم يعني من هالناحية لذلك عندنا أيضاً ممكن متابعة عندنا برنامج حديث الاقتصاد الذي يتحدث عن النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي في الإقليم أوروبا سبقتنا في التوثيق للثورة الكردية يعني كثير من إرشيف الثورة الكردية موجود في أوروبا وفي عند الدول الأخرى كانوا يجون ويصورون البيشمرقة ويصورون يعني سابقاً قبل ما أصلاً الفضائيات تنطلق في العالم ولكن احنا أيضاً قناة زاقروس ساهمت يعني احنا عندنا برامج وثائقية مهمة تعرض ما جرى في الأنفال تعرض ما جرى في حلبشة تعرض نضالات الشعب الكردي في محاربة داعش هاي كل الوثائقيات الأوروبيين يستفادوا منها في تصحيح نظرتهم أيضاً لأنه ليس هناك حتى الشعب العراقي لا يعرف شيء عن الأنفال ولكن حينما يجدون ما يعني الوثائق اللي احنا نقدمها أو سامعين أنه بحلبشة ولكن لم يعرفوا ما الذي جرى وهناك كثير من نضالات الشعب الكردي ومآسية أيضاً أصبحوا يهتمون أيضاً في هذا المواضيع بالضبط بالضبط يعني تصحيح النظرة تصحيح النظرة وكشف مظلومية الشعب الكردستاني من قبل الحكومات الاستبدادية الدكتاتورية التي حاربت الشعب الكردي وقصفتها بالنابالم وقصفتها بكل ما ورادت الجينوسايد ورادت إمحاء الشعب الكردي يعني فهذه المسألة زاقروس لعبة دور مهم فيها حقيقة يعني أكيد تواجد قناة مثل قناة زاقروس همينة يعني ديفسح الطريق للقنوات الأخرى حتى يشوفون الشيء صار بالكرد والقضية الكردية والسياسة الموجودة بين العرب والكرد مثلاً يعني اللي إحنا دا نوصلهم همينة راح يشوفوا يقدروا يوصلون من يمهم غير أماكن يعني لا نظلم أيضاً الإعلام العربي بعض القنوات الفضائية العراقية حينما يردون يتحدثون عن مظالم واستبدادية النظام الدكتاتوري السابق يعرضون بعض المشاهد التي جرى الأنفال وحلبكة وغيرها وكانت ممعروضة قبل كانت ممعروضة قبل ولكن تأخذ من عدن من قبل من زاقروس يعني وهذه مسألة مهمة ساهمت فيها قناة زاقروس طيب دكتورة يعني عندي سؤال لتنيناتكم وريدكم نجاوبون عليه مني جاوبون خلي أبدوياتش ماذا هو كامل حديث شنو رأيك بمستقبل زاقروس وشنو اللي ناقصة يعني بهذه المدة اللي احنا مثلاً اليوم تأسيس وذكرة سنوية لهذا القناة شنو اللي ناقصنا حتى نكون أحسن من القنوات اللي موجودة مثلاً وشنو مستقبلنا شلون نشوف فيها يعني المستقبل الموجود للقناة نعم مثل ما ذكرت زميلة أنا قلت قبل شوية أنه زاقروس كان لازم تنفتح من بعد الآلفين وثلاثة ذكرت عقبت قالت أنه احنا حققنا يعني نجاحات سريعة كثيرت بوقتها كان أكو أسباب صحيح ويمكن لذلك ما قادرين نعم وتعقب على كلامها يعني في فترة زمنية قصيرة اتحققت نجاحات كثيرة فأني رؤيتي للمتسقبل القناة زاقروس رح يكون أفضل إن شاء الله وراح يكون أوسع يعني تغطياته ومواضيع وكذا رح يكون أوسع من هذا الشيء والله أنا يعني شهادتي مجروحة لأنه أنا يعني المستشار لإدارة القناة أقول أنه مستقبل القناة مستقبل طموح نعم إحنا الآن نتوجه في هذا الرمضان الشهر المبارك سنعرض مسلسل درامي والقناة متوجهة للإنتاج الدرامي نعم أيضا وعدنا يعني خطط طموحة في مجال البرامج السياسية والاجتماعية نستكمل ما ينقصنا يعني نحن نعرف حينما نخطو نعرف مكان الخطوة مالتنا وين وهذه الخطوة مرتبطة بإمكانياتنا يعني نقدر نحلم ما نشاء ولكن إحنا يجب أن نحقق ما نستطيع عليه فعلا في الواقع فهناك خطط طموحة وهناك تفهم وهناك تطور تقني تشوفون هذا الاستوديو مثلا مكان أنتوا كنتوا تقدمون في استوديو آخر الآن سوينا هذا الاستوديو وهناك خطط طموحة أنه لكردستان تيفي وأيضا لزاقروس أن نوسع الإنتاج ونوسع البرامج خليسوا يتغييرات بالاستوديو والتي لأخبار هم مين ضالة بقلبي يعني هناك حقيقة هناك خطط طموحة أنه كل شيء حل التغيير يعني مع التقنيات ومع أن أكو تغيير ولكن حسب الإمكانيات فكيد إن شاء الله على تقدم أنجح وإن شاء الله توصل زاقروس للعالمية ليس فقط في الدول العربية جيد وإحنا أكيد واصلين الختام فقراتنا لهذا اليوم وإذا عادكم أي كلمة أخيرة إحنا مسائل لكم أي سؤال مثلنا تظلم قلبكم تريدون وتقولون فهذه فرصة قبل لا ننهي البرنامج بالنسبة لي أبارك لكم بهاي المناسبة وأتمنى يعني مثل ما أتفضل دكتور برهان ولن نسأ انتهمين التحجين هذه كادر الكنترول برنامج نسمع الزاقروس اليوم خليهم أهمني أعطيهم شكرا أوجههم شكرا ومثل ما تفضل دكتور برهان أنه أكو توسع بالقناة هذه مجرد أمنية بالنسبة لي مثل ما قال دكتور برهان إحنا قريبين من الأمنية يا رب التوفيق دائما إن شاء الله تتمنى على كلمة الحق والاستقلالية دائما بالرأيه أكيد أكيد أنا أنه بلشنا رأسا بالأسئلة والأجوبة حتى نسيت أهني القناة في هذه الناس لأنه المفروض كنا نهني نفسنا يعني أنا أهني الجميع حقيقة وكل مراسلين في المحافظات ومراسلين في إقليم كردستان ونتمنى يعني نتمنى أنه أن نحقق شيء مما نخطط إليه شكرا ولكن نحن بدعم من الإدارة وبدعم من القيادة السياسية ماشين بطريق صحيح وراح أن نكون أكثر لازلت مع رأيي قناة واحدة لا تكفي نعم شكرا جزينا لكم وخصوصا بتواجتكم اليوم بتأسيس زايقروس العربية دكتور بورهان شاوي الكاتب الروائي الكردي المعروف والإعلامية دعاء يوسف كنت ضيف كرة ماء ويانا اليوم من سماد زايقروس إن شاء الله وصلت الفكرة وكلاش فرحانين أن تشارك فينا حبيبتي خليما نقول هو اليان هو ويانا بالقناة فأنتي شاركتين اليوم هذه المناسب الحلو ما شاء الله علاميات قيمات جدا ومراهنيات نتمنى لكم التوفيق الأكثر مني وقلكم ونتمنى كمان هلا نقوم لحتى نقطع الكيك بتانية زايقروس هاي كاك يجا وكت هاي مو مبار طبيعية يجا وقت نقص الكيك بس إذا سكين الزملاء ينصوننا سكين صراحة الكيك شوي كبير معلوم صغيرة بدا وهس إجا وقت نقص الكيك إذا كلكم تشاركون سوي حتى الفرحة تضرنا شكرا جزيل شكرا جزيلا وسهلا بيكم شكرا يمنى فقراتنا لهذا اليوم ببرنامج نسمات زاقروس هن نفسي وهن أكم وهن كل كوادر الموجودة بقناة زاقروس إن شاء الله الموافقية والاستمرار بالنجاح يا رب وقبل لا نرجع الجملائي بسعودهاتنا بغدادة هن نهم مرة ثانية وإحنا من يمنا نكملها فاصل غنائي وشكرا جزيلا لتحمي أكيد شكرا جزيلا إليك أجيني وأيضا بإسمي هندرين خلاف أحب هن نأكل زملائنا وكل كوادر زاقروس الفضائية وعلى تعبهم وأيضا الكوادر الموجودين هلأ حاليا بستوديو أيضا بيتعبوا معنا وخصوصا بكل صباح وكل نسمات ما بيأصروا معنا بتغطيتنا المباشرة شكرا جزيلا لكم ومع السلام إلى اللقاء